العراق بدأ يتحول من قضية سيطرة إيران بدأ يخرج من سيطرة إيران بدأ يخرج من سيطرة النفوذ يمينا وشمالا والتوقعات تذهب أن الحكومة لن تكون تابعة لهذا ولذاك ولو أنك توقعت قد يكون لها يد إيران أو غيرها في ظل أيضا هذه العملية التي نتحدث عنها الآن التي جرت بهذا الشكل هل تعتقد نحن أمام بداية نهاية هذه الأطراف التي تعمل كمجاميع خارج إطار الدولة والقانون بهذا الشكل المنفلت هل تعتقد أننا ممكن إذا ما تشكلت الحكومة سنرى تغيرا كبيرا أمام هذه الفصائل ومواجهة أشرس وأكثر جرأة أعتقد هناك كان مجاميع حاولت أن تشكل تحالفا عراقيا بحثا بعيدا عن الطائفية والمذهبية بالعراق حقيقة وأرادوا أن يكون هناك تحالف عراقي وأن يحاولوا أن يخلقوا عراقيين في عراق بعيدا عن قوالب السنية والشيعية والكردية حتى يكون هناك عراقيين في عراق ولكن أيضا سمعناها واضحا الأخوة والدولة جارة إيران لم تقبل بهذا لأنها خايفة على مصالحها وخايفة على مستقبلها فيه وليس بحجة الخوف على المكون الأكبر مكون الأكبر مكون عراقي مكون لديه دور بارح في بناء العراق مكون غير تابع لإيران مكون هم الأساس العراق ولكن إيران استفادت من بعض الوجوه ومن بعض أحزاب السياسية كي تستخدمهم أو تهددهم بأنه ولديها القوة اليوم ولديها طاقة اليوم يعني دعنا نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية قصفت أربيل بصواريخ قصفت بغداد بصواريخ قصفت منزل رئيس الوزراء بصواريخ اليوم ألقين القبض على آيار عين 16 في سيطرة بعقوبة وكل هذه المجامع تابع لإيران ولكن لحد الآن أنطيني أي واحد منهم تحاسب أنطيني اسم أي واحد بيمكن هناك محاكمة علنية أنطيني نتائج أي لجنة من هذه اللجان التي شكلت وسمعناها من الحكومة بأن تشكيل لجنة فورا لتقص الحقائق أين نتائج هذه اللجان كلها أعتقد الكل تعتمد على تشكيل الحكومة القادمة الحكومة القادمة ستكون إما حكومة وطنية عراقية أحتى تكون توافقية أم تكون حكومة توافقية المجاميع التابعة لإيران مسيطرة على الحكومة ويعملون ليلة نهار لتمشي بمصالح طهران وليس لتمشي بمصالح العراقين هذا هو السؤال أنا أعتقد بعد العيد نحن نكون أمام هذه للبحث عن الأجوبة على هذه الأسئلة كاملة من يكون في الحكومة لأن هناك معادلة في العراق كيفما يكون الأمر تكون الوحدة كيفما يكون الوزير تكون الوزارة كيفما يكون المدير تكون المدرسة مع الشديد للأسف لأن نحن دولة نعيش بدون دولة بدون نظام بدون مؤسسة حقيقية ليس على شكل مؤسسة الدول الأخرى تغيير الأشخاص سوف لم يتغير شيء لكن لا ليس نحن في العراق تغيير هناك أهمية كبيرة جدا من يكون في الحكومة من يكون في وزارة الدفاع من يكون في المخابرات من يكون في الداخلية من يكون رئيس سراء هذه الأطراف كلها هل هم مجتمعين أن حماية مصالح العراق ما احترام لمصالح طهران أم سيكون هناك مشتر فريق يعمل لحماية مصالح طهران في العراق فقط أو استعمال الأراضي العراقية فقط لمصالح طهران لكل دولة هناك مصالح يجب علينا أن نفهم لكل دولة هناك مصالح في السياسة ولكن مصالح متبادلة وليس مصالح أنا عراقي وزير في الحكومة العراقية أعمل لنهار أو عضوة في برلمان أقول صراحة على شاشات التلفزيون هذا التحالف وهذا التشكيلة الحكومة بهذه الطريقة ستضرب أمن القوم الإيراني لماذا لا نسأل أمن الوطن العراقي أين أمن القوم العراقي فقط نحن حرسين على أمن الوطني أو أمن القوم الإيراني مع كل احترام لإيران الدولة الجارة إذا كانت هناك حكومة تتأسس على أساس عراقية كاملة سوف تكون بداية حسنة ومستقبلة ولكن إذا مشينا على السيناريوهات السابقة أعتقد سوف نتوقع أكثر في المشاكل وسوف يكون هناك اختراقات أمنية أكثر واختراق أمني أكثر واستخدام درونات وصواريخ أكثر ليس فقط على أربيل يمكن فتيرنا تجي حنانة هم تنقصف لأن شفنا قصفة سفنا قصة منزل رئيس الوزراء ما يوجد هناك تردد لقصف نجف وحنانة أيضا حتى نتكلم بكل وضوح حقيقة ترجمة نانسي قنقر